موسيقى الرئيس السيسي يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ويشير إلى خطورة التصعيد المستمر وتوسيع الصراعي بالمنطقة مدبولي يشهد افتتاح مقر جماعة بديا ويؤكد أن المشروع نتاج لشركة بين الدولة والقطاع الخاص في مؤتمر صحفي مع نظيره الدنمركي وزير الخارجية يؤكد أن التعنت الإسرائيلية تسبب في وقف العمل بمعبر رفحة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت درينج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزاب بوريل والوفد رفيع المستوى المرافقة له والذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعمليات السلام في الشرق الأوسط بحضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث أسنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون السنائي الذي تكلف في الشهور الأخيرة بأعلن الشراكة الاستراتيجية الشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وتم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف أفاق جديدة لتعاون في إطار الشركة الاستراتيجية خاصة في مجالة الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة أضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بدلتها مصر وشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والبحتجزين بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تباده أهالي غزة فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح أفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة كما أكد سيد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات تصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرات الصرع مشددا في هذا الصدد على المسئوليات التي تقع على عاطق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق الانهي الحرب الجارية بما في ذلك العنف والتشهد ضفة الغربية وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين وقد حرس الممثل الأهل للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار بالمنطقة وكدا اهتمم الاتحاد الأوروبي بتشور المتواصل مع مصر ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحرقية التي تشهدها المنطقة كما أشهد الرئيس سيسي في هذا الصدد بمواقف جوزيب بوريل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية شهد رئيس مجلس الأزراء مصطفى مدبولي فتاح مقر جماعة تبادية بمدينة السادس من أكتوبر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عشور وعدد من المسؤولين وقيادات التعليم العالي ورجل الأعمال تضم جامعة تبادية سبع كليات عملية ونظرية تستوعبو 12500 طالب وطالب ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعة اعتبارا من السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر الجاري قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مشروع بدي أحد المشروعات التي تتبع فيها الدولة المصرية نهجا جديدا بالشراكة مع القطاع الخاص وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل افتتاح جامعة تبادية بمدينة أكتوبر الجديدة أن دولة تحريصة جدا من خلال هذا التوجه على تعظيم الشراكة والاستفادة من أصول الدولة وتحقيق التعاون بين الدولة والمستثمرين لتحقيق نتائج مسمرة وبناء للطرفين المشروع بديا واحد من المشروعات التي الدولة المصرية في إطار النهج الجديد في الشراكة مع قطاع الخاص انتهجتها وبدأت تجني ثمار هذه المشروعات يعني الحقيقة أنا بتذكر على مدار الفترة السابقة أنا كنت حريصي أن أنا أكون متواجد في افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص زي مشروع سان كابيتل هنا في اللي كانت شركة عربية فيه كان مشروع مونتن فيو الأي سيتي في القاهرة الجديدة مشروع بديا النهاردة في مدينة أكتوبر الجديدة منذ فترة بسيطة كنت موجود في إطلاق مشروع ساوس ميت في الساحل الشمالي مع مجموعة طلعة مصطفى فالحقيقة الدولة المصرية الحقيقة حريصة جدا من خلال هذا التوجه على تعظيم عملية المصرية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة الدولة بتدخل بالأرض والمستثمرين والقطاع الخاص بيقومهم بعملية التنمية والحمد لله بتبقى النتيجة مثمرة وبناءة للطرفين وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مضاعفة عدد الجامعات في مصر خلال عشر سنوات كدليل على حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي وأضاف مدبولي أن الدولة تشجع القطع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة بالشراكة مع مؤسسات عالمية بهدف تحويل مصر لمركز تعليمي إقليمي إحنا يمكن في 2014 كان عدد الجامعات كلها اللي موجودة في مصر خمسين أو خمسين جامعة واحد وخمسين اتنين وخمسين جامعة إحنا النهاردة تقريباً مئة جامعة في خلال عشر سنوات أضفنا تقريباً نفس العدد اللي كان موجود منذ بداية إنشاء الجامعات في مصر وده دليل على مدى حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي وكانت رؤيتنا إن طبعاً بخلاف الجامعات الحكومية اللي ليها بعد مهم جداً إن يكون عندنا تشجيع لجامعات الأهلية ودي أنشأنا فيها عدد كبير جداً من الجامعات الأهلية بقت موجودة الجامعات التكنولوجية وأتذكر ودي برضو بالشراكة مع قطاع الخاص وكنت سعيد جداً وأنا موجود في افتتاح جامعة السويدي منذ فترة ليست بالبعيدة وبعد كده تكن تشجيع قطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة وإنها تكون بشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة زي المثل اللي احنا شايفينه النهاردة في جامعة بديا واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة تكساس الطبية قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور إن الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي شهد تقدماً كبيراً خلال السنوات العشر الأخيرة أضف عشور أنه بفتاح جامعة التبادي الخاصة أصبح في مصر 35 جامعة خاصة تضم 242 كلية بها 395 برنامج تعليمي وحصل عدد منها على الاعتماد المحلي والدولي مما يعكس جودة التعليم في مسار التعليم الخاص وفي منظومة التعليم العالي إحنا النهاردة وصلنا بفتتاح هذه الجامعة لإجمالي عدد 35 جامعة خاصة عدد كليات وصل ل 242 كلية بتقدم 395 برنامج كان عدد الجامعات في سنة 14 23 جامعة علشان بس نقدر نقيس الفرق بين 23 جامعة في 2014 دلوقتي 35 جامعة وكان كلياتها أياميها 132 كلية وعدد برامجها 175 برنامج دلوقتي بنتكلم في هذه المنظومة للتعليم الخاص في 80 كلية وجامعة خاصة حصلت بالفعل على الاعتماد البرامجي والمؤسسي والبرضو عايز أقول إن في منهم جامعات أخدت اعتماد دولي من الكيو إي 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 والإبت فبس علشان نعرف الكواليتي أوف إديوكيشن اللي بتتقدم في مصاري التعليم الخاص في منظومة التعليم العالي المصري اشتركوا في القناة هذا وتستعد جامعة بدية الاستقبال طلاب الدفع الأولى بها مع بداية العام الجديد في سبتمبر الجاري وذلك في خمس كليات تستوعب الجامعة نحو 12500 طالب وطالبة كما توفر الجامعة كل الفرص الممكنة للطلاب لتكون بوابة لهم نحو المستقبل على مساحة تصل إلى 160 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر تم إنشاء جامعة بادية وفقاً لأحدث النظمة التكنولوجية والتي تضم خمس كليات علمية ونظرية وتستوعب أكثر من 10 ألاف طالب وطالبة تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة وإنها تكون بشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة زي المسأل اللي إحنا شايفينه النهاردة في جامعة بادية واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة تكساس الطبية هو ده الهدف اللي إحنا عايزينه إن نكون مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتعليم بكافة مستوياته ونرجع تاني دايماً المقولة اللي كانت بتقول إن كانت مصر في السابق هي المقصد لكل طلاب المنطقة المحيطة إنهم عشان يجوا يتعلموا يجوا هنا في مصر الدولة كان بقى لفترة من يمكن 2014 ابتدت تعمل نظام هو نظام المشاركة في السوق العقاري ودي حاجة كانت نتيجة هائلة اللي هي اللي احنا تشايفين نهاردة دي بادية ما كناش ممكن نعملها بدون الدولة الدولة استثمرت كتير جداً في بنية تحتية ولازم البنية تحتية دي يعقوبها استثمرات متبادلة بين الدولة والقطع الخاص بالذات في نشاط التعليم تستهدف جماعة بادية توفير مستوى تعليمي رفيع يتسم بطابع عالمي من خلال شراكة استراتيجية مع جامعة تكساس الطبية بهدف تقديم برامج تبادل الخبرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس إلى جانب تنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي المنح الدراسية احنا بالفعل قدمنا منح دراسية الوقت وصلت حوالي عشرين منحة لغاية دلوقتي احنا لسه أول سنة أما عن التدريب فاحنا جزء أساسي زي ما قلت برضو في اتفاقاتنا مع جامعة تكساس انهم هيقوموا عندنا بالتدريب الصيفي للطلاب كلهم يعني الدفعة كاملة بس احنا مش بنهدف دفعات كبيرة دفعات صغيرة حتى تستطيع جامعة تكساس استعابهم في مستشفياتها وجمعاتها المختلفة جامعة ببادية احنا سبع كليات احنا بنبتدي بخمس كليات مرحلة أولى كلية طب كلية تلك طبيعي كلية طب أسنان كلية الإدارة والعلوم الاقتصاد التطبيقي وكلية نظم معلومات والبرمجة ومعاملة البيانات يأتي انشاء الجامعة في إطار الاهتمام بالاستثمار في المنشآت التعليمية كأحد الأسس الرئيسية لبناء مستقبل مشرق للمجتمع وذلك من خلال دعم التعليم لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل للشباب بما يعزز من قدرات الأفراد ويمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري ومازلنا مع جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية حول افتتاح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمقر جامعة تبادية بمدينة السادس من أكتوبر بعد التحية نتابع معكم من مدينة السادس من أكتوبر تفاصيل افتتاح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمقر جامعة بدية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة هذه الجامعة التي تقع كما ذكرت في مدينة السيدس من أكتوبر على مساحة تتجاوز 160 ألف متر مربع وتضم خمس كليات متنوعة بين الكليات العلمية والنظرية ككلية الطب البشري وأيضا طب الأسنان والعلاج الطبيعي والحاسبات وعلوم المعلومات هذه الجامعة تم إنشاؤها بأحدث النظم التكنولوجية وتوفر مستوى عالمي من التعليم عن طريق الشراكة مع مركز جامعة تكساس الطبية بهدف توفير برامج لتبادل الخبرات وأيضا تدريب أعضاء هيئة التدريس وأيضا توفير مبادرات مشتركة في مجال البحث العلمي وهو ما بدأ بالفعل حيث تم تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت شراف متخصصين من جامعة تكساس الأمريكية وهي جامعة مصنفة من أوائل خمسين جامعة على مستوى العلم أيضا هذه الجامعة جامعة بدية بتوفر منح للمتفوقين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه المنح بتقوم بتغطية المصاريف الدراسية بشكل كامل أيضا تقوم بتوفير تدريب للطلاب أثناء فترة الدراسة كما يتم توفير فرص عمل أيضا بعد التخرج بيأتي يفتتاح هذه الجامعة في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم بهدف العمل على دعم رفع جودة التعليم وأيضا تدريب الشباب من أجل تأهلهم لسوق العمل أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مبحثات مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسون الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة ناقش الجانبان العلاقات المصرية الدنماركية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترق تأتي المبحثات لتعزيز وتطوير مختلف الجوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ومنقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء تصعيد الراهن أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن مصر تصديف نحو عشرة ملايين ضيف في مصر لفتا إلى أنه سيتم الحديث مع الأصدقاء في أوروبا حول تعزيز قنوات الدعم لتحمل هذا العبء وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الدنمارك لارسالوكا أكد وزير الخارجية أنه تم تحديث أو الحديث حول الأوضاع في قطاع غزة وتوقف العمل بمعبر رفح نتيجة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر تحدثنا عن الأزمة في قطاع غزة تحدثنا عن الكارسة الإنسانية هناك تحدثنا عن العدوان المستمر بعد أكثر من عشرة أشهر وسط صمت دولي مريب تحدثنا أيضا عن أنه لا حل في هذه المنطقة بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة تحدثنا عن الأولوية لإقامة الدولة وهذا هو الموقف المصري ده بد من الدفع المستمر في اتجاه قضية الاعتراف وإنشاء الدولة الفلسطينية المعالي الوزير سيقوم غدا بزيارة إلى مدينة العريش وستوافقد المراكز اللوجستية الموجودة هناك لتجميع المساعدات الدولية والمصرية وسيرى بنفسه للأسف الشديد الخلل القائم في تشغيل المعبر من الجنب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمعبر والوجود العسكري للمعبر مما أدى إلى توقف هذا المعبر تماما عن العمل من الجانب الفلسطيني وهذا يحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع أضف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المسقيين بالخارج بدر عبد العاطي أنه تم التحدث حول الوضع الكارثي في السودان وأهمية وقف إطلاق النار هناك بشكل فوري وأكد وزير الخارجية كذلك تأثر مصر وأوروبا خصوصا شركة ميرسك الدماركية بالأوضاع المضطربة في منطقة البحر الأحمر تحدثنا أيضا عن عدد من القضايا الإقليمية الوضع في السودان، الوضع الكارثي في السودان وللأسف الشديد لم يعد هناك الاهتمام الدولي الكافي بما يحدث في السودان وأهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري ونفاذ المساعدات والأعباء الهائلة التي تحملها مصر نتيجة لاندلاع هذه الأزمة حدثنا عن الوضع في منطقة البحر الأحمر والتأثر الدنمارك خاصة شركة ميرسك الكبرى وتأثر الاتحاد الأوروبي وتأثر مصر أيضا وللمزيد حول مؤتمر وزير الخارجية والهجرة ونظيره الدماركي ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد ترصد لنا أهم مجأة بالمؤتمر الصحفي نحييكم من مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير منذ قليل كان المؤتمر الصحفي لسيد دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وزير خارجية دولة الدنمارك السيد لارس لوك راسموسن وتم التبحث حول عدد من الموضوعات منها اعتبار أن مصر شريك استراتيجي لدولة الدنمارك وتأتي هذه الزيارة في ظل الاستراتيجية التي أعلنت عنها الدنمارك مؤخرا فيما يخص تعزيز العلاقات والاستثمارات الدنماركية في القرى الإفريقية وقال وزير خارجية الدنمارك أن الدنمارك أرادت ورغبت في أن تبدأ هذه الاستثمارات وهذه الزيارة بمصر باعتبارها شريك استراتيجي ومن أكبر الدول الإفريقية في المنطقة وأكد أنه سيتم المزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة في مصر وخاصة في مجال اللوجستيات ونتحدثون أيضا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هلال المباحثات والتي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل تم التطرق أيضا إلى قضايا إقليمية مثل الوضع في قطاع غزة وأكد أيضا وزير خارجية الدنمارك على رفض الدنمارك والاتحاد الأوروبي للمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات ونرى طبعا هذا في ظل التعنت الإسرائيلي من عدم إدخال المساعدات خاصة في ظل الاحتلال عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني بالتالي كان هذا المؤتمر الصحفي للتأكيد على ضرورة التواصل إلى وقف الإطلاق النار ما بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس وأيضا كان هناك تأكيد على ما تقوم به جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية للتواصل إلى وقف الإطلاق النار في قطاع غزة وتواصل أيضا إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين في الإطار هنا أيضا في قصر التحرير ومقار وزارة الخارجية من المقرر أن يكون هناك مباحثات بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع السيدة ييلفا يوهانسون وهي مفاوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة يعقب هذه المباحثات مؤتمر صحفي وأيضا من المقرر في الخامسة مساء أن يكون هناك مباحثات أخرى تجمع بين وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد للتباحث حول مجمل العلاقات الثقنائية وقضايا المنطقة نتابع معكم هذه المباحثات القادمة والتي سوف تكون في غضون نحو الساعة من الآن أشكرك جزيلا شكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري اشكرك جزيلا شكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري وعن الأوضاع في غزة استشهد فلسطينيون وأصيب أخرون في قصف الاحتلال استهدف منزلين في مخيمي البريج والنصيرات في وسط قطاع غزة أفادت توكلة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى العودة كما قصفت منزلا لعائلة أخرى في شارع الدعوة شمال مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين يواصل الاحتلال الإسرائيلي عضوانه على قطاع غزة على مدار 339 يوما حيث شن الاحتلال عدة غراط على مناطق متفرقة من القطاع ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين وبالتزامن مع ذلك تتوصل أعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة آخرها اطلاقوا الرصاص الحي على مجموعة من العمال في منطقة واد الحمس شمال شرق بيت الحم في اليوم الثلاثمائة وتسعة وثلاثين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة معزالة الأوضاع الإنسانية تموت دهورة في مناطق النزوح في القطاع طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على المحافظة الوسطى لقطاع غزة أصفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين في مخيم البريج والسرقطاع الاحتلال شن أيضا غارة في محيط مسجد القسام بمخيم النصيرات كما استهدفت الغارات مبنى البريد مخيم النصيرات ما أصفر عن إصابة عدد من المواطنين وقد أدت هذه الهجمات إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين بينما لا يزاد العديد من الجثث تحت الأنقاض في ظل صعوبة انتشالهم نتيجة السمرار القصف وتدهور الأوضاع الأمنية أوضاع إنسانية كارثية وحصار خانق يعيشه سكان قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل والذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من السكان وتفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول الوقود والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع مما يزيد من معاناة السكان ويعوق جهود الإغاثة وبالتزامن مع العدوان على غزة تشهد الضفة الغربية المحتلة عمليات عسكرية متكررة من قبل قوات جيش الاحتلال آخرها إطلاق الرصاص الحي على مجموعة من العمال في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت اللحمة أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس أدنى المجلس الوطني الفلسطيني تهديد وزير الخرية الإسرائيلي إسرائيل لكاتس بتفكيك السلطة الوطنية في حال توجهها إلى الأمم المتحدة وقال رئيس المجلس روحي فاتوح إن تهديدات كاتس تفتقر إلى الدبلوماسية وتعكس شخصيته العصرية التي لا تعرف إلا لغة التهديد والقتل مؤكدا أن السلطة الوطنية ممثلة بالرئيس محمود عباس هي سلطة الدولة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر قال وزير المالية الإسرائيلية يتسليل سموتريتش إن هناك خططا منظمة اعتبارا من ديسمبر المقبل لتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية إلى غزة واعتبر وزير المالية الإسرائيلية أن سيطرة إسرائيل على المساعدات الإنسانية هي مفتاح النجاح المدني بغزة وذلك على حد قوله مؤكدا أنه لا تقدم نحو تدمير حماس مدنيا بسبب رفض الجيش تحمل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية للقطاع הרבה יותר من ذلك בהתקפה ובמקביל חיזוק ההתיישבות أخلات الريبونות أخلات الريبونות مع قرب حلول العام الدراسية الجديدة لا تزال المدارس في قطاع غزة مغلقة في ظل استمرار الحرب من المكرر أن يعود طلاب الفلسطينيون للمدارس التي تحولت إلى أنقاض هذا الأسبوع في ظل تضرر أكثر من 90% من مباني المدارس في غزة بسبب قصف الإسرائيلي والتي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أورو وقد تسبب العدوان في حرمان أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ 7 أكتوبر العام الماضي يضاف إليهم أكثر من 58 ألفاً يفترض أن يلتحقوا بصف الأول في العام الدراسي الجديد فضلاً عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة وذلك بحسب بيان الوزارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر 339 يوماً على بدء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة ولا يزال ديش الاحتلال يمارس سياساته العقبية والتجويع ضد الشعب الفلسطيني متحدياً بذلك كل الأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية في المقابل توصل مصر جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء في غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومنه إلى القطاع المزيد يطلعنا عليه زميل باسم أبو العنين مرسل التلفزيون المصرية تحياتي إليكم من محافظة شمال سيناء ومن أمام معبر رفح البري الواصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة ونحن نرصد الشاحنات والمساعدات الإغاثية التي تعبر عبر مصر إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك من خلال معبر كرم أبو سالم والذي يبعد عنا في هذا الاتجاه من معبر رفح نحو ثلاثة كيلو مترات فقط وهو معبر الثلاثي يصل بين مصر وإسرائيل من جهة وإسرائيل وغزة من جهة أخرى وفي هذا اليوم منذ الصباحة تم عبور نحو سبعين شاحنة عبرت إلى كرم أبو سالم محملة بالمواد الغاثية المختلفة من مواد غذائية ومواد طبية وقرورات مياه إلى آخره وأيضا عبرت أربع شاحنات محملة بالغاز ولكن عاد البعض منها مرة أخرى بنفس الحمولة بعد رفض الجانب الإسرائيلي لاستقبال هذه الحمولات دون إبداء أي أسباب كما هو المعتاد ضمن سياسة التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من منع دخول العديد من المواد الغاثية إلى قطاع غزة ولكن حتى الآن ما زلنا نحصي عدد السيارات التي تخرج لأنه خرج عدد محمل وخرج عدد قليل أفرغ حمولته وبقي عدد آخر هناك لم نعرف حتى الساعة ما إذا كان سيعود بحمولته أم سيقوم بإفراغها ومن ثم يتم إدخالها إلى قطاع غزة على الجانب الصحي اليوم تبدأ أو بدأت المرحلة الثالثة أو الجولة الثالثة لتطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال والتي تستمر حتى يوم التاسع من 11 سبتمبر الجاري مستهدفة بذلك نحو 150 ألف من الأطفال دون سن العاشرة ونحن نتحدث الآن نسمع أصوات لقصف من وراء الصور الفاصل بيننا وبين قطاع غزة هنا وهنا بدأ منذ قليل على فترات متباعدة ومازلنا نتابع الأحداث لحظة بلحظة من أمام معبر رفاحة كان معكم باسم أبو العنين التلفزيون المصري أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة وتابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابة أربعة أشخاص جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الحربية الإسرائيلية أغار على بلدة تحنيم في قضاء بيت جبيل كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة سريع على البلدة وتعرضت بلدة كفاركلال قصف مدفعي إسرائيلي بقذائف الهوم أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا مقتلى أربعة عشر شخصا وإصابة ثلاثة وأربعين آخرين في استهداف عدة نقاط بريف حما وسط سوريا أوضحت سانا أن نحو خمسة عشرة غارة إسرائيلية حتى الآن على المنطقة الوسطى مشيرة إلى أن حريقا كبيرا نشب في منطقة حير عباس بريف حما جراء العدوان الإسرائيلي أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين لا يزال يخضعان للتحقيق في إسرائيل على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين كانت الوزارة قد أكدت أنه تم الإفراج عن جميع السائقين الذين تم التحقيق معهم مؤشرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع تفاصيل القضية وأن التحقيقات الأولية أفاتت بأن الحادثة كانت عملا فرديا هذا وقد تم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن حتى إشعار الأخرى يشارك وفد رسمي من البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية والمقرر عقدها غدا الثلاثاء تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي سيقوم الوفد بتفقد سير العملية الانتخابية ومتابعة إجراءاتها في عدد من الدوائر الانتخابية وأعرب رئيس البرلمان العربي عن حرص البرلمان الشديد على متابعة جميع الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية مؤكدا أن متابعة مجريات التجارب الديمقراطية في الدول العربية تعزز منها وتسهم في نقلها وتطويرها لا فتن إلا أن البرلمان العربي سيصدر في نهاية أعمال البعثة تقريرا بمجمل ما شهد قلال متابعة سير العمليات الانتخابية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن وذلك بحضور وزير الخارجية والهجر وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أشار المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية إلا أن وزير خارجية الدنمارك نقل لسيد رئيس تحيات جلالة ملك الدنمارك ورئيسة الوزراء وهو ما بادله الرئيس السيسي بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين أضف المتحدث الرسمي باسم الرئيسة الجمهورية أنه في هذا الصدد تم استعراض سبل تطوير التعاون المشترك الذي يشهد تقدما ملموسا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث ثمن الرئيس السيسي في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع تنمية الاقتصادية في مصر مشيرا إلى فرص تعوسيع التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين تناول لقاء كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط حيث حرس وزير الخارجية الدنماركية على الاستماع إلى رؤية تقييم الرئيس السيسي للأوضاع الرهنة بالمنطقة حيث أشار رئيس السيسي في هذا الشأن إلى ضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها هذا وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والأمن والاستقرار والتنمية وهو ما اتفق معه الجانب الدمارقي كما تم التوافق على أهمية الدور الإنساني الذي تطلع به الأمروى والذي يجب دعمه وحمايته مما يتعرض له من عراقيل كما تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الأزمات القائمة بالمنطقة خاصة الأوضاع في السودان حيث أكد رئيس السيسي ضرورة دعم السودان الشقيق مستعرضا في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به ومشددا على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بالإضافة إلى تكسيف الدعم الإغاسي في ضوء تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب السوداني الشقيق يتواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس غدا الثلاثاء للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين وأظهرت سلسلة استطلاعات جديدة لأراء الناخبين أن الفارقة بين المرشحين ضئيل جدا بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة في الخامس من نوفمبر المقبل في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين يتواجه دونالد ترامب المرشح الجمهوري وكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية الثلاثاء للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين وستكون هذه المناظرة الأولى لهاريس والثانية لترامب الذي قاد مناظرته الأولى في السابع والعشرين من يونيو الماضي ضد المرشح في حينه الرئيس جو بايدن الذي قدم أداء كارثيا وكانت تلك المناظرة أحد الأسباب التي دفعت ببايدن إلى الانسحاب من السباق وترشيح نائبته مكانه سلسلة استطلاعات جديدة لأراء الناخبين أظهرت أن الفارقة بين المرشحين ترامب وهاريس ضئيل بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة وبحسب هذه الاستطلاعات فإن الملياردير الجمهوري الذي يقدم نفسه مخلصاً للأمريكيين المحرومين وضحايا التضخم يمكن أن يعود إلى البيت الأبيض على الرغم من مشاكله القضائية الراهنة والفوضى التي أحاطت بمغادرته الرئاسة في 2021 كذلك فإن هاريس التي أعطت زخماً كبيراً للمعسكر الديمقراطية بعد دخولها المتأخر إلى السباق الرئاسي مع حل الرئيس جو بايدن يمكنها وفق هذه الاستطلاعات أن تفوز بالانتخابات لعل الأمر الوحيد المؤكد حتى اليوم في السباق الانتخابي هو أن المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين في فلادليفيا منتظرة بفارغ الصبر لدى ملايين الأمريكيين الذين سيراقبون النقاش عن كثب المناظرة التي قد تشكل عاملاً حاسماً في هذا الشوط الأخير من السباق إلى البيت الأبيض احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السادسة وسبعين لتأسيس الجمهورية على يد رئيس كيم يلسونغ وزار كبار المسؤولين في كوريا الشمالية ضريح الزعيمين السابقين الراحلين كيم يونغ إيل وجده كيم يلسونغ بعرض للألعاب النارية وحفل رقص جماعية احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الجمهورية على يد الرئيس كيم يلسونغ الذي خاض نضالاً واسعاً لاستقلال كوريا ضد اليابان وزار كبار المسؤولين في كوريا الشمالية ضريح الزعيمين السابقين الراحلين وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن رئيس الوزراء كيم دوك هون وغيره من كبار المسؤولين زاروا قصر الشمس قم سوسان حيث يرقد جثمان والد الزعيم الحالي كيم جونغ إيل وجده كيم يلسونغ بعد تحنيطه معه وقد تأسست كوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر عام 1948 بقيادة المؤسس كيم يلسونغ وظلت تحتفل بهذا التاريخ باعتباره يوم التأسيس الوطني وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كوريا الشمالية أقامت تجمعاً خارجياً وحفلاً مسائياً في بيونج يانجا للاحتفال بالذكرى السنوية وقالت الوكالة إن الفعاليات جمعت المبدعين في مجال العمل والأشخاص الجديرين بالتقدير من مختلف المجالات من جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى الكوادر المخضرمة وكان من بين الحضور أيضاً مندوبون زائرون من جمعية الكوريين المقيمين في اليابان وعادة ما تقيم كوريا الشمالية عرضاً عسكرياً في مناسبات الذكرى السنوية الخمسية أو العشرية وفي العام الماضي نظمت كوريا الشمالية عرضاً شبه عسكري بمشارقة قواتها الاحتياطية للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد تتواصل فعليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي والذي يقام بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان أعلام رياضي محترف يوقد المنتدى بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية المزيد ينضم إلينا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري محمد داني في صورة الفعليات وأبرز ما يتم مناقشته في أروقة المنتدى محمد الخطيب ينقل لنا الصورة من منتدى الإعلام الرياضية محمد أسألك عن الفعليات وأبرز المحاور بداخله محمد محمد ماذا عن فعليات منتدى الإعلام الرياضي وأبرز فعلياته في جلسات النقاشات وحوارات مختلفة انطلق بالأمس وتستمر حتى اليوم في الإعلام الرياضي ومجتملاته بأطرافه المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف يمكن أن نصل إلى إعلام الرياضي خالق من التعصب وهنا تم تطرق إلى العديد من النقاط التي يجب أن يتحلى بها سواء كان من المعلقين الراضيين أو المحللين أو حتى الجمهور ليكون الإعلام المصري الرياضي بالفعل خالق تماما من التعصب كان هناك أيضا تطرق إلى عدد كبير من المعايير المهنية وضرورة التأكيد على الانتزام بالمعايير المهنية الخاصة بالإعلام الرياضي ليخرج الإعلام الرياضي المصري بشكل ملتزم وبشكل مهني كبير بعيدا عن التعصب وبعيدا عن أي ما يعكر صف المباريات التي تقام على هامش العامة أيضا كان هناك اقتراح بأن تكون هناك حملة إعلامية كبيرة هذه الحملة تكون موجهة للجمهور وتكون موجهة لعشاق الكرة المصرية بضرورة الانتزام والتحلي بأخلاقيات الكرة المصرية لنبدأ التعصب بشكل كبير عن ما هو عليه سابقا أيضا لدينا جلستان مهمتان اليوم نتحدث عن جلسة خاصة بأخلاقيات الكرة المصرية هذه الجلسة سوف يحضر فيها العديد من الأكاديميين والمتخصصين بأشياء الرياضي أيضا هناك جلسة خاصة بسلوكيات الإعلام الرياضي وكيف يمكن أن يكون الشخص أو يكون المشجع هو علامة تجارية لنفسه ونموذج يحتدى به للمشجعين الذين ينبدون التعصب وممكن هذا هو ما لدينا إلى الآن من جديد وأعود إليكم مرة أخرى نعم بالطبع منتدى في نسختي الأولى عن الإعلام الرياضي في غاية الأهمية بموضوعاته التي يتم تطرق لها أشكرك محمد الخطيب مرسل التلفزيون المصرية هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين للفلاحة أكد مدبولي أن هذه المناسبة تأتي تخليدا لجهد الفلاحة المصرية الدقوب عبر السنوات والعقود وعرفانا بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن برنامج عمل الحكومة يكرس اهتماما خاصا بهدف الأمن الغذائي ويرصد لتحقيقه إجراءات في مقدمتها مساندة الفلاح المصري عبر حوافز وسياسات تسهم في تعزيز زراعة المحاصيل ذات الأولوية وتوريدها للدولة بسعر عادل وتزويده بتقنيات والاحتياجات الكفيلة بالمضي بخطوات حثيثة نحو التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية وتدعيم سلة الغذاء الوطنية عنا وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلا جموع الفلاحين المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتي تكريما للفلاح على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين وقال وزير الرأي أن هذا الاحتفال يأتي وقد أوشك موسم أقصى لاحتياجات المائية على الانتهاء حيث بذلت أجهزة الوزارة جهودا كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أي أزمات وضمان الوفاء باحتياجات كل مستخدم للمياه كما أكد سويلا أن ما تحقق هذا العام قد تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم وبالاستزام بتطبيق المناوبات وتطيير المساقي الخصوصية والحفاظ على المجاري المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات ترجمة نانسي قنقر هذا وتحتفل مصر اليوم بالعيد الثاني والسبعين لفلاح المصري والذي يوافق ذكر صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين عقب قيام ثورة يوليو ويعد عيد الفلاح اعترافا بجهد المزارعين المتعاظم في الاقتصاد الوطني ودورهم في توفير المستلزمات اليومية الغذائية تحتفل مصر بالعيد الثاني والسبعين للفلاح المصري والذي يوافق ذكر صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر في عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين عقب قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو حيث أنهى مجلس قيادة الثورة الإقطاع بكل أشكاله وسيطر الطبق قليل على الأراضي الزراعية تم توزيع الأراضي على المزارعين فأصبحوا ملاكا بعد أن كانوا مستقرين فيها الاحتفال يعد تكريما لجهد الفلاح المتواصل عبر آلاف السنين ولدوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن وكانت ثورة يوليو ترجمة أمينة لطموحات الملايين من الفلاحين مثلما كانت تجزيدا أمينا لطموحات وأمال حركة الوطنية المصرية وخاصة في قانون الإصلاح الزراعي الذي نحتفل بذكراه في التاسع من سبتمبر باعتباره عيد الفلاح المصري قانون الإصلاح الزراعي قام بإعادة تركيب هيكل الملكية الزراعية وساعد على نمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين بالإضافة إلى إقامة توازن نسبي بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية الدولة بقيادة الرئيس السيسي ومنذ توليه قيادة البلاد تحرص على دعم الفلاح بكل السبول المتاحة إيمانا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل ركنا رئيسيا من أركان الاقتصاد الوطنية وتسارعت خطى وجهود الدولة لتسخير كل الإمكانات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطوير وتحديث منظومة الرأي وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمزارعين تمت ترجمتها على أرض الواقع لتنعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلة الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة وتنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي فإن الحكومة تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين والتي يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة إليكم تذكرة بأبرز العنو الرئيس السيسي يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية ويشير إلى خطورة تصعيد المستمر وتوسيع السرع بالمنطقة مدبولي يشهد فترح مقر رماعة باديا ويؤكد أن المشروع نتاج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مؤتمرنا صحفي مع نظيره الدنماركي وزير الخارجية يؤكد أن التعانوت الإسرائيلي تسبب في وقف العمل بمعبر رفع نهاية نشرة السالسة أتتكم من على شاشة تلفزيون مصري شكرا للمتابعة ودنتم في أمان الله اشتركوا في القناة